أجزاء الرسالة طبعا أجزاء الرسالة من الأمور المهمة في الرسالة لأن الرسالة الجيدة هي رسالة التي تتكون من عناصر وأجزاء أساسية رئيسية مرتبة ترتيب جيد بحيث تكون هذه الأجزاء مترتبة كل في مكانه هناك ترتيب معين للرسالة لذلك هي أجزاء الرسالة هي رسالة التي أجزاها مرتبة ترتيب جيد هذا يعطي الرسالة القوة والمتانة والمصداقية أكثر مصداقية ويشعر الطرف الثاني الآخر المرسل إليه بأن الرسالة قوية مهمة تعطيه انطباع بأن الرسالة لديها أكثر مصداقية وقوة وبالتالي تصبح آلية الرد عليها أكثر من غيرها طبعا أجزاء الرسالة لو تكلمنا في أجزاء الرسالة أولا اسم المرسل وعنوانه هذا شيء أساسي في أي رسالة اسم المرسل العنوان ما هو اسمه عنوانه البريد الإلكتروني الهاتف معلوماته كيفية الوصول إليه في حالة الرد من قبل المستقبل ما هو العنوان الذي سوف يرد عليه هذا يساعده طبعا في آلية الرد السريع لأن في أي منظمة سواء كانت عامة أو خاصة في جميع المطبوعات الرسمية يجب أن يكتب المرسل اسمه وعنوانه بالكامل في صدر الرسالة أين في صدر الرسالة على الجهة اليمنى منها طبعا يشمل ذلك اسم الشخص اسم المنظمة عنوانها شعارها حتى تكون رسمية رقم الهاتف رقم صندوق البريد الرمز البريدي التليكس إلى آخره طبعا يجب أن تطبع هذه البيانات بألوان مريحة وبشكل جذاب تساعد هذه البيانات كما ذكرنا الشخص الثاني على توجيه الرد على الرسائل المتبادلة في المنظمات العنوان يكون جاهز عنده مجرد قد تكون كوبي بيست ويأخذ العنوان ويطبعه مرة ثانية وآلية الرد تكون أسهل بكثير في حالات أخرى طبعا الرقم وتاريخ الرسالة الرقم والتاريخ من العناصر الرئيسية الضرورية المهمة طبعا يكتبان الرقم والتاريخ على الجهة اليسرى فالرقم يوضح ويحدد تسلسل هذه الرسائل في سجل الصادر العام كما يوضح رقم الموضوع الذي تعالج هذه الرسالة من خلال هذا الرقم طبعا يساعد رقم الرسالة أولا على تسهيل عملية الاتصال المتبادل بين الطرفين المرسل والمستقبل وفي نفس الوقت يساعد في عملية حفظ الرسالة والرجوع إليها وقت الحاجة إليها أما بالنسبة إلى التاريخ فتأتي أهمية التاريخ في تحديد الزمن أو الوقت الذي كتبت وصيغت فيه الرسالة وأصبحت وثيقة رسمية قانونية هذا بالنسبة إلى التاريخ والرسالة المرفقات والمشفوعات تعرف المرفقات هو كل ما يرفق بالرسالة من طرود أو خرائط أو رسومات أو ما شبه ذلك طبعا يشار إلى هذه المرفقات في مكان مخصص بعد التاريخ على الجهة اليسرى من الرسالة أما عندما تكون المرفقات مهمة أكثر فيفضل أن يشار إليها في صلب الخطاب في صلب الخطاب داخل الخطاب مثل مرفق إليكم مرفق إليكم وهكذا الموضوع هو الأساس هو المختصر المفيد للرسالة الرسالة قد تكون طويلة لكن ما هو مختصرها؟ يكون داخل الموضوع يمكن نسميه هو تلخيص لموضوع الرسالة طبعا يذكر في صدر الرسالة على الجهة اليسرى منها هذا يساعد كاتب الصدر والوارد في أداء عمله بسهولة أيضا يساعد الشخص المتلقي المرسل إليه أنه يفهم الموضوع من الوهلة الأولى اسم المرسل إليه وعنوانه كما هناك عنوان للمرسل يجب أن يكون هناك عنوان للمرسل إليه طبعا هذا شي ضروري مع أنه جرت العادة في المنظمات الحكومية أن توجه الرسال للأشخاص حسب المراكز والمستويات الوظيفية دون ذكر أو ضرورة ذكر الأسماء أو العنوين لكن عنوان المرسل إليه ضروري كما هو عنوان المرسل طبعا الرسالة هنا يجب أن تبدأ بالترحيب المرسل إليه المكرم السيد الفضيلة المعالي طبعا يجب أن تختم برضو بصيغة برضو تمثل الاحترام والود المتبادل المحترم المؤكر حفظه الله هذا بالنسبة للمرسل إليه طبعا هناك برضو تحية الافتتاح مع أن تحية الافتتاح ليس من الضروريات هي جانب أخلاقي أكثر منه تحية الافتتاح من العناصر الغير رسمية كثير من الكتاب يرى أن يمكن الاستغناء عنها يمكن الاستغناء عنها إلا أن أصول التاذيب والأدب والمجاملة يتطلب ذلك طبعا من هذه العبارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية تحية وبعد تحية طيبة عطرة تحياتي إلى آخره هناك متن الرسالة متن الرسالة متن الرسالة يشمل الموضوع الرئيسي للرسالة يشمل الموضوع الرئيسي للرسالة يفضل أن تحمل الرسالة الواحدة موضوع واحد يساعد على حفظها في ملفات خاصة هذه الرسالة ضمن موضوع معين تخص موضوع معين الشكاوي إلى آخره إذا كانت الرسالة تعالج أكثر من موضوع يجب تقسيم مثل الرسالة إلى فقرات مختلفة كل منها يتعلق بموضوع معين يمثل فكرة واحدة مستقلة كما يجب الإشارة إلى رقم وتاريخ الرسالة السابقة عندما تكون الرسالة ردا عليها رسالة رد علي رسالة سابقة أو متعلقة بها هذا في حال إذا كانت الرسالة سابقة وبذلك يمكن تذكير المرسل إليه بالموضوع دون الرجوع إلى الرسائل السابقة تحية الختام زي ما في عندنا تحية الافتتاح تحية الاختتام طبعا من الأشياء برضو الرسمية أكثر رسمية من تحية الافتتاح هي ضرورية أكثر من اللبقة أن تختم الرسالة بتحية ختام ويفضل أن تكون مختصرة ومختصرة عبارة بسيطة زي مثلا تقبلوا فائق الاحترام لكم خالص تحياتي شاكرين ومقدرين شاكرين حسن تعاونكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عندنا التوقيع السيجنيتر التوقيع أساسي التوقيع شي رسمي التوقيع هو آلية تعطي الرسالة الصيغة الرسمية الصبغة الرسمية القانونية طبعا التوقيع يحاسب عليه كل شخص هذا التوقيع تحاسب عليه هي مسئولية مسئولية الشخص الذي يوقع على هذه الرسالة إنها أصبحت رسالة رسمية ويمكن أن يعاقب عليها يمكن أن يجازى عليها هناك أيضا الرموز ما هي الرموز تمثل اختصار محرر الرسالة وناسخها ويوضع بينها خط مائل خط مائل مثلا مثل ما نقول مثلا ميم قاف هذا تمثل الشخص الذي حرر الرسالة محمد قحطاني عندنا مثلا أيضا ميم حا محمد الحضري ناسخ الرسالة وهكذا هذه هي الرموز نسخة الكربون طبعا تمثل نسخة الكربون حالة من الضرورة عندما يتم إرسال الرسالة لأكثر من شخص عندما يكون المعني بهذه الرسالة أكثر من شخص مثلا ترسل صورة لرئيس الكسم صورة للوكيل صورة لنائب العميل إلى آخر وهكذا ترجمة نانسي قنقر